أم أنس بن مالك من أمريكا تقول يا شيخ عندي سؤال وأحتاج الإجابة تقول يعني ذكرت حالة مستعجة تقول ربي رزقني بمولودة قبل أربعة أيام وللأسف خرجت المولودة بصحة حريجة جدا قالوا لنا الدكاتر أنه لما تحصل على أكسجين ما حصلت على أكسجين كفائية قبل الولادة مما أدى لتحطم أجهزتها مثل الكلا والكبد والدماغ الآن الأطباء يقولون بأن عايشة على الأجهزة وإذا أخذوها ممكن تفارق الحياة وإذا عاشت بتكون في حالة حرجة طول حياتها ماذا تنصحنا أختي أم أنس بن مالك أنصحك بعدم رفع الأجهزة و بالإبقاء عليها ما دام أنها نزلت عايشة و كتب الله لا حياة لها حق الحياة قضية والله يقولون بأنه لو رفعنا و كذا هذه مظنونة و النفوس يعني يحتاط لها لأن الأصل فيها العصمة و عندنا حالات كثيرة يعني مثل حالة ابنتكي و حالات كثيرة عاشوا سنوات و كانوا يقولون بأن هؤلاء أصلا يعني قد ماتوا موتا سريريا و سبحان الله كتب الله لهم حياة منهم 12 سنة منهم 8 سنوات منهم سنتين و لذلك أنا أفتي بأنه ما ترفع يوجد من المشايخ من يفتي بأنها والله إذا مات موت سريري و فعلا هي مجرد حياة هذه نباتية أصبحت يعني الأجهزة فقط للتنفس يفتون بأنه خاصة إذا يعني انتهى المخيخ لكن أنا أفتي بأنه لا يجوز رفع الأجهزة و إنما خاصة و قد وجدت حالات عاش بعدها هؤلاء الذين يعني أصبع عندهم أشبه بموت الدماغي ما يسمى بالموت الدماغي هذه نصيحتي لك يا أختي الفاضلة ترجمة نانسي قنقر